وكانت فعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قد انطلقت اليوم حيث من المقارر أن تشارك في مؤتمر المناخ بشارم الشيخ نحو خريطة للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها انطلقت فعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمقارر مشاركتها ضمن مؤتمر المناخ بشرم الشيخة مصر اطلقت مبادرة تنموية رائدة برعاية كريمة من سيد رئيس الجمهورية وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء مبادرة دي هدفها ان احنا نؤكد على ان الدولة المصرية جادة في توطين اهداف التنمية المستدامة جادة في ان هي تاخد في اعتبارها البعد البيئي والبعد الزكي والتحول الرقمي في كل المشروعاتها جادة في ان هي النهاردة بتؤكد على التنافسية والميزة النسبية الموجودة على مستوى كل محافظة وعلى اشراك كل اطراف المجتمع القمة هنا بتجمع الجانب السياسي والتنفيذي وايضا رؤساء المنظمات الدولية ويضاف الى ذلك المشاركين من المؤسسات المجتمع المدني زائد القطاع الخاص ففي مشاركة كبيرة جدا وده بيأكد على اولا انه هناك زخم عالمي يساند موضوع العمل المناخي رغم التراجع الشديد فيه الفائزون بالمبادرة تمت باختيار ستة مشروعات بكل محافظة باجمال 162 مشروع من جميع المحافظات وهي المشروعات التي ستشارك في مؤتمر المناخ كوب 27 احنا الحقيقة في البداية حصلنا على المركز الاول فئة الشركات النشأة على محافظة البحر الاحمر والنهاردة حصلنا على المركز الاول فئة الشركات النشأة على مستوى جمهورية مصر العربية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخادرة هي شركة نشأة بتطور وبتصنع انظمة طاقة متجددة مبتكرة عشان تنتج كهرباء تخدم القطاع الزراعي او تحلي مياه تخدم نفس القطاع بالاخص في مناطق البعيدة واحنا كقطاع خاص ادن ان احنا نحل المعضلة داية من وجهة نظرنا عن طريق بشكل شامل لان معضلة الطاقة والغذاء والماء مشكلة متركبة وتحدي مركب ما تقدرش تحل كل جزء لوحده لازم تتكلت هوليستيكلي بشكل شامل يأتي تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخادراء الذكية بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وعثار التغيرات المناخية في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050